فيما يتعلق بالضغوط التوظيف يتمتع خريج الجامعات بشعور خاص وصل عدد خريج الجامعات في الصين هذا العام إلى 8.74 مليون متخرجا بذيادة قدرها 400 ألف على أساس سنوي ما سجل رقما قياسيا جديدا من أي لمساعدة الخريجين على التوظيف أنشأ بعض الحكومات المحلية آلية للربط بين الحكومة والجامعات والشركات فتقوم الحكومة بالتواصل مع خريج اختصاصات وعينة وفقا لاحتلاجات الشركات ما يؤفر وقت خريج الجامعات لإيجاد العمل المناسب في هذا العام نقلت العديد من الصناعات أعمالها إلى الإنترنت وتطورت أشكال الأعمال الجديدة مثل التعليم عبر الإنترنت والبث المباشر على الإنترنت بسرعة كبيرة فالذات عدد الوظائف المتعلقة بالإنترنت والتجارة الإلكترونية بشكل كبير بفضل تجربتها الخاصة بتشغيل وسائل التواصل الاجتماعي في الجامعة تعودت إنئي على وظيفتها كمسؤولة للبث المباشر بسرعة ومع ذلك اعترفت بأن العمل كمسؤولة التسويق عبر الإنترنت لا يقصد تقديم المنتجات بالكلام فقط بل يحتاج إلى عمليات الترويج ضمن الفريق ودعم سلسلة التوريد أيضاً بالإضافة إلى القيام بالبث المباشر حتى وقت متأخر في الليل تعمل مع الفريق خلال النهار لتخطيط حلقات البث المباشر واختيار وتجربة المنتجات كما ذكر المتخصصون في المجال أن خريجي الجامعات تواجههم بعض التحديات للقيام بهذه المهنة الجديدة فيحتاجون إلى التدريب قبل شغل الوظيفة والدراسة المستمرة بعدها كما يجب عليهم تعديل فكريت يصبح مشهوراً وغنياً خلال ليلة واحدة